أسئلة كثيرة أتوجه بها إلى عضو المجلس القومي للأجور معي الآن الدكتور علاء السقطي دكتور علاء أهلاً محاوم بك على شاشة سي ام بي سي عربية أهلاً وسهلاً أهلاً يعني دعني أسألك أولاً على أي أساس تم تحديد هذا الرقم 6 ألاف جنيه ما يعادل تقريباً 125 دولار طبعاً أقول بس أعرف حقيقة الأول المجلس القومي للأجور بيضم عدة وزراء معنيين بالعمالة بالتضامن الاجتماعي بالتخطيط وممثلين للاتحادات العمال وثلاثة ممثلي لاتحادات أصحاب الأعمال اللي هو اتحاد المشاريعات الصغيرة المتوسطة اتحاد الغرف التجارية اتحاد الصناعات لما جينا بنتكلم على هذا الرقم بصنا كل شخص من الأشخاص دي المفروض بيبص لهذا الرقم من وجهة نظره هو يعني وزير العمل لما بيبص بيبص يقول والله وضع رقم هذا الرقم ده بيخلي قيمة العمل المصري ارتفعت بنسبة اللي زي ما حاك تفضلت أكثر من 70% تضامن بتبص تقول والله لا الرقم ده أدنى رقم يقدر يعيش به أسرة مثلا مكوانة من فردين أو ثلاثة خدت بالحضرتك أصحاب الأعمال يقولوا لا الرقم ده كتير التخطيط تقول لا هو ده الرقم اللي جوه الموازنة لما يخش نخد بالك إن تطبيقه قطاع خاص مقطاع حكومة مقطاع عمال خدت بالك فكل واحد يبص للموضوع من وجهة نظره بعدين في الآخر من يجي نتفق على هذا الرقم بالرقم ده ستة آلاف جينيين هل هو بالفعل كافي لمواجهة التضخم زي ما ذكرت نحن نتحدث عن 33% معدل تضخم لو تحدثنا إنه أسرة من أربع أفراد زوج وزوجة وطفلين هل ستة آلاف جينيين في الشهر تكفي كيعيش هؤلاء حياة كريمة أصلا مفهوم بقى الحياة الكريمة هنا ممكن نختلف في شوية مفهوم الحياة الكريمة عند حضرتك غير عندي غير عن ده غير عن داخل بس هذا الرقم لما يبقى فيه راجل وامرأة والاتنين بيشتغلوا إلى حد ما هو ده اللي نقدر نقول عليه البوتوم لاين اللي قدروا ييعيشوا به بدأ ليه الناس من الحمد لله عيشة طبعا نسبة التضخم الثلاثين في المئة اللي احنا بنهدف دلوقتي أو الدولة المصرية بتهدف إنها تنزل بحيث نوصل لمرحلة في الآخر يبقى الستة آلاف ده رقم وخد بالك برضو انت رفع سبعين في المئة يبقى هل أنت لازل تبص للزاوية الأخرى في الموضوع اللي هو صاحب الأعمال هل هيتحمل صاحب العمل نحنا نتمنى أن العامل النهاردة يخد عشر تلاف وعشرين ألف مئة في المئة بس هل صاحب العمل هيقدر يتحمل أكبر من كده ما أنت لازل تبص من وجتين نظر دول هل هناك ما يلزم صاحب العمل بتطبيق الحد الأدنى ستة آلاف جينيين طبعا مئة في المئة عندك القانون بيلزمه بهذا وفي مكاتب العمل منتشرة على مستوى الجنهورية وبتعمل تشيك الاتحادات اللي هو بينتمي إليها بتلزمه أدبيا بهذا إذا لن نملك سلطة قانونية إنما نملك سلطة أدبية بنلزمه بهذا وأهم إلزام من وجد نظرنا مع الأعضاء عندنا اللي هما الجمعيات والرجال الأعمال والكلام ده كله إن ده المصلحتهم يعني أنت في الآخر بتتكلم برضو مصلحة مشتركة صاحب العمل النهاردة لو العامل مش عارف يعيش هو مش هينتج بش هيجي الشغل فمش سوا مضموط ففيه سلطة أدبية وسلطة نص نصح إحنا بننصح الناس بهذا الكلام فعندك حاجتين بيتم تطبيقهم بس هناك قد تحدث بعض استثناءات يتم قبولها وليها زمن للتقديم لحد يوم 15 الشهر هايجيون والله أنا مش قادر أعمل كده عشان واحد اتنين ثلاثة اربعة وهقدر أعمل كده في التوقيت الفلاني ده كان سؤالي أنه في بعض المؤسسات القطاع الخاصة يعني عانت خلال الفترة الأخيرة من سواء من ارتفاع خامات أو نقص خامات ارتفاع في سعر الصرف ربما بعدها بدأ يعمل بنصف طاقته أو بأقل من نصف طاقته هل هذه المؤسسات ستكون قادرة على الوفاء بالحد الأدنى للجوء طبعا حاك أصارت النقطة مهمة جدا طيب هل هل هزي الحالة موجودة دلوقتي حاج عارف إن المؤسسات المصرية كل الخامات وقطع الغيار والماكينات خرجت خلاص والنهارده انتظر تفتح اعتماد وتجيب الخامات يعني إذن النهارده الكيس أو الحالة اللي حاجة تتكلم عليها إن المصنع يشتغل بنصف طاقته النهارده مش موجودة طب هتسمع أمتى دي هتسمع على مايو هتسمع على يونيا فإذن النهارده لو حد طلب استثناء شهر مثلا أو طلب استثناء فترة زمنية قصيرة ممكن يتم استثناءه بس على العموم المصنع بدأت تعمل النهارده بكامل طاقتها يعني لو حاجة نزلت الأسواق النهارده هتلاقي كل المنتجات المصرية موجودة 100% يعني فإذن الكيس دي الحالة دي ما أصبحتش موجودة النهارده إيبت حد تحدثت إنه الزيادة في الحد الأدنى الأدور 70% مقارنة بآخر زيادة لها كانت في يناير الماضي ولكن أسعار السلع من الناحية الأخرى بعضها ارتفع بأكثر من 100% نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر السر بصوة أقول لنا حاجة التضخم على مصر وعلى عالم كله خلينا نتفق المصري بيعاني والإنجليزي بيعاني والأمريكي بيعاني وكل الدول بتعاني خلاص بس يمكن في مصر أكتر شوية يعني طبعا طبعا لما حاك يكون عندك برد ويجي شوية هوا انت بتتعب أكتر غير لما تكون ما عندكش بس هتتعب في الحالتين بس انت ده وضع ده حالة انت موجود فيها حالة ان السلع عالميا زادت تضخم على مصر العالم وانت جزء منه طبعا الدولة بتحاول النهاردة انها تقلل نسبة تضخم بتحاول النهاردة بقدر الإمكان انها تحبز على سعر الدولار عشان ما حصلش نوع تاني من ارتفاع الأسعار بتحاول ترفع لحد الأدنى للأمور كلها محاولات الدولة لها أركان عشان النهاردة الناس تعرف تعيش لازم توصل لحد متوسط ما بين صاحب العمل اللي بيدفع والمتلقي اللي هو العامل وهو ده الرقم اللي قدرنا نوصله نقول والله احنا ممكن نعمل هذا الرقم غير كده هابع عندك مشكلة هل هذه الزيادة ستكون دورية يعني احنا شفنا زيادات منذ 2022 بشكل شبه دوري ولكن هل سنرى زيادات أخرى خلال الفترة القادمة خاصة مع إذا استمرت معدلة التدخم في الارتفاع 100% لو استمرت معدلة التدخم 100% انت مطلع بتعمل كده هو بص في الآخر انت ليك هدف الدولة ليه هدف رجل الأعمال ليه هدف يطفق مع هدف الدولة في أجزاء ويختلف معها في أجزاء خلاص الدولة ليه هدف أنها يتحافظ على السلام الاجتماعي رجل الأعمال بيتطفق مع الدولة أنه عايز يحافظ على في هذا الهدف هذا الهدف لن يتحقق لو حصل تضخم تاني إلا بزيادة المرتبة التاني وده شيء طبيعي هتعمل إيه ما عندكش بديل آخر وإلا يبقى عندك أزمة وده غير وارد يعني وطبعا خد بالحك برضو ده إحنا بنقول الحد الأدنى أمانة فعلا صاحب العمل لما بيشهر إن العامل أو الموظف أداءه متحسن بيرفع عن الحد الأدنى 6000 ده أقل رقم ممكن تتكلم فيه يعني إنه في بعض المؤسسات الحد الأدنى فيها أعلى من هذا الرقم طبعا 100% ده ما فيهاش جدال يعني إحنا لما قسمنا الشرايح لقينا مثلا قطاع الـ IT لا تكنولوجيا معلومات التلف ده مش موجود أصلا الرقم ده ليس له وجود بعض الصناعات الهندسيء الرقم ده ليس له وجود بعض الصناعات الطاقة الرقم ده ليس له وجود أرقام أعلى من كده بكتير جدا بس إحنا بنتكلم ده الحد الأدنى اللي هو واحد ما فيش خالص وتم استثناءات بعض الجماعات الأهلية لأن هي ما بتشتغلش فول تايم في هذا العمل وتم استثناءات المؤسسات اللي هي متنهيات الصغر لأقل من عشرة أفراد يعني برضو خد بالك إحنا كرجل أعمال أو كمسؤول عن اتحاد ببص لكل القطاعات اللي عندي عشان أقدر أقول مين اللي يقدر يتجاوب دلوقتي مين اللي يقدر تجاوب كمان شهرين مين اللي ما يقدرش أصلا يتجاوب خالص وبتبدأ تخش في الحتة دي وتقول والله هنا آه هنا 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 ترجمة نانسي قنقر